أهلا بكم أشار قداسة البابا فرانسيس في لقائه الأسبوعي إلى زيارته الأخيرة لكل من بلغاريا ومقدونيا الشمالية كما ذكرنا في تعليمه أن الرب لا يتعب أبدا من دعوتنا وهو يدعونا يوميا لأن نعيش مجددا قصة حبنا معه أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحر إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتل الآن ملخصا عن تعليم الأبو الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء لقد عدت مساء أمس من زيارة رسولية دامت ثلاثة أيام وقادتني إلى بلغاريا ومقدونيا الشمالية في بلغاريا قادتني الذكر الحي للقديس سحن الثالث والعشرين وإذ حركني مثاله في اللطف والمحبة الرعوية التقيت بذلك الشعب المدعو ليكون جسرا بين أوروبا الوسطى والشرقية والجنوبية وتحت شعار السلام في الأرض دعوت الجميع للسير على درب الأخوة وعلى هذه الدرب بشكل خاص فرحت بالقيام بخطوة إلى الأمام في اللقاء مع بطريارك الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية نيوفيت وأعضاء السينودوس المقدس إن بلغاريا الحالية هي أحد الأراضي التي بشرها القديسان كيريلوس وميتوديوس الذين وضعهما القديس يحن بولوس الثاني إلى جانب القديس بنيديكتوس شفعاء لأوروبا هناك اليوم أيضا حاجة لمبشرين شغفين ومبدعين لكي يصل الإنجيل إلى الذين لم يعرفوه بعد ويتمكن من أن يروي مجددا الأراضي حيث جفت الجذور المسيحية القديمة أما في مقدونيا الشمالية فقد رافقني الحضور الروحي القوي للأم تريزا ديكالكوتا التي ولدت في سكوبيا وهناك في رعيتها نالت أسرار التنشئة المسيحية وتعلمت أن تحب يسوع في تلك المرأة الصغيرة وإنما المليئ بالقوة بفضل عمل الروح القدس فيها نرى سورة الكنيسة في ذلك البلد وفي ضواحي أخرى من العالم بزيارتي أردت أن أشجع بشكل خاص قدرة هذا البلد التقليدية على استقبال انتماءات إثنية ودينية مختلفة كذلك أيضا التزامه في استقبال وإنقاذ عدد كبير من المهاجرين واللاجئين وفي مقدونيا الشمالية التقيت بالشباب وحثيتهم على أن يحلموا بأمور كبيرة ويخاطر من خلال الإصغاء إلى صوت الله الذي يتكلم في الصلاة وفي جسد الإخوة المعوزين أما القدس الإلهي الذي احتفلنا به في ساحة اسكوبيا فقد جدد مرة أخرى في إحدى ضواحي أوروبا اليوم معجزة الله الذي بواسطة القليل من السمك ومن أرغفتنا المكسورة والمتقاسمة يشبع جوع الجموع إلى عناية الله التي لا تنضب نوكل حاضر ومستقبل الشعبين الذين زرتهما في هذه الزيارة كذلك شكرا للمشاهدة أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط أيها الإخوة والأخوات الأعزاء إن الرب لا يتعب أبدا من دعوتنا إنه قوة الحب التي قلبت كل انتظار وتعرف كيف تبدأ من جديد بيسوع يسعى الله لأن يعطينا إمكانية على الدوام وهو يدعونا يوميا لنعيش مجددا قصة حبنا معه ليباركم الرب شكرا للمشاهدة